بدلا من سيف الدين الجزيري. انا لا قادر اعاتب الهجوم ولا قادر اقول حاجة. الزمريك النهاردة ملعبش اي كرات عرضية واضحة. المهاجم النهاردة يعني عايز يغني بتلوموني ليه? ما مجاتلش ولا كرة يا جماعة عرضية. جور! 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 مش ممكن! مش ممكن! الدقيقة ستة وسبعين الهدف التعادل لنادي الزمالك. هدف التعادل لنادي الزمالك. مش ممكن يا ناصر. مش ممكن ناصر منسي. ناصر منسي هدف التعادل لنادي الزمالك. فرحة كبيرة في مدردات نادي الزمالك حضور جماهير طاغي من جماهير نادي الزمالك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. قلتلك العب على الايد الشمال للشناوي. الشناوي ايده ضعيفة. ايش الناوي مفيش ايش الناوي على مفيش عادوا المستحق تماما 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 لنادي الزمالك في اللحظات الاولى لناصر منسي في المباراة الكرة الحقيقة ريحة في حتة سم سم وتمركز عالمي من ناصر منسي شكلك هتجدد ولا ايه ناصر شكلك هتجدد ولا ايه ناصر منسي من الرحيل الى نادي سيراميكا كليوبترا او البنك الاهلي الى الاستمرار مع نادي الزمالك وتسجيل اهم اهداف ناصر منسي في مسرته الرياضية في مسرته القروية تعادل مهم للنادي الزمالك في الدقيقة ستة وسبعين ما عملهاش زيزو وعملها ناصر منسي ما عملهاش ناصر ماهر ولا السعيد ولا عبدالله السعيد عملها ناصر منسي عرضية اولى متقنعة لقلب هجوم نادي الزمالك وسجل ناصر منسي شكلك هتعملها ولا ايه يا جميز هيعملها الزمالك ولا ايه سيناريو اربعة وتسعين سيناريو اربعة وتسعين قرى بيتكرر من جديد يا دماعة لصالح نادي الزمالك سيناريو اربعة وتسعين ورصة رخية ايمن منصور على احمد شبير يا الله الحقيقة الصفقات الجديدة لنادي الزمالك كشفت عن وجهها الحقيقي من شك كونراد نزل يعني قلب الدنيا عمر فرج مع ناصر منسي قلب الدنيا واده لنادي الزمالك نزعت هجومية شكل هجومي ممتاز جدا 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 عمر جابر النهاردة قدم مباراة قوية وكبيرة جدا 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 ما ننساش ان عرضية هدف التعادل من خلال عمر جابر وتنفيذ ولا اروع من ناصر منسي النادي الاهلي تقدم عن طريق موسام ابو علي عبر ضربة جذاء من وجه النظر ان هي ضربة جذاء تحتمل الصواب والخطأ لكن ابا شوف ان هي ضربة جذاء صحيحة الحاكم النهاردة ما كانش افضل حاجة مباراة قوية جدا 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 الفانيين النهاردة عملوا مباراة كبيرة اوي 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 الحاكم النهاردة زي ما قلت لك انبارح بالنسبة لي تلك المباراة هي اللي تثبت معدن جوزي جوميد هل يستحق هذا الرجل انه يعني يكون مدرب لنادي الزمالك قلت لك ان هي مش تبقى المقياس لما تبقى من منافسات الموسم لصالح نادي الزمالك ان الزمالك محتاج برضه ما لا يقل عن 8 صفقات في الهجوم وفي الدفاع وفي حراسة المرمى وكلمنا كتير في الموضوع ده لكن النهاردة جوزي جوميز بيثبت ان هو يستحق انه يكون مدرب لنادي الزمالك حتى الان ضربات الجزاء ضربات المعانات الترجحية هنشوف مين اللي اتضرب عليها بشكل افضل عواد من وجهة نظري من حفظ نادي الزمالك ان هو الموجود صبحي لا يفقى شيء عن ضربات الجزاء صبحي اساسا لا يفقى شيء عن حرفة المرمى ركلة قوية جدا 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 وتنفيذ اكثر من رائع عن طريق رامي ربيعة على شباك عواد عواد اترمى بشكل كويس جدا 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 عملت رايب بشكل سليم قوي قوي ولكن ركلة رامي ربيعة كانت قوية جدا جدا واخدت اه ايد عواد ودخلت الشباك تقدم اول مستحق لصالح النادي الاهلي من علامة الجزاء ورامي ربيعة بيقول له نام يا عواد ده مين ده ده مين ده ده مين ده عبدالله السعيد والشناوي لأول مرة واجها لوجه من ضربة جزاء عبدالله السعيد بنسجل هدف التعادل بقظيفة صاروخية على شباك الشناوي اوه اسجلها الاهل يتقدم بالهدف الثاني على حساب نادي الزمالك من علامة الجزاء اثنين واحد للنادي الاهلي ونامي عواد حمزة المسلوسي وقق قلبي حمزة المسلوسي خد حتة من قلبي وحطها في شباك الشناوي نامي يا شناوي قذيفة صاروخية ارضية من حمزة المسلوسي على شباك الشناوي تصد كبير مني عواد يحيا تيط الله نامي يا يحيا يا حبيبي نامي يا بابا يا رب يا عالي انصر الزمالك الغالي ناصر منسي ناصر منسي طهر محمد طهري سجل ضربة جزاء روعت الروعة على شباك محمد عواد التعادل الآن حسام عبد المجيد والشناوي حسام عبد المجيد والشناوي يلا يا برج يا برج المتعقبة يلا يا برج المتعقبة يلا حسام عبد المجيد والشناوي اربعة تلاتة اهل الزمالك. اربعة تلاتة اهل الزمالك. اربعة تلاتة اهل الزمالك. تقدم جديد لنادي الزمالك في ضربات الجزاء بعد تصدي. عواد لرقلة يحيى عطيت الله. سيناريو مجنون. الكرة اللي جاية تضيع ونقول الف مبروك للزمالك. الف مبروك للزمالك ولا الف مبروك للاهل. سيناريو مجنون. مباراة مجنونة. الشناو عمل لكم ايه? اعمل لكم ايه? هل سام عبد المجيد نيمني يا جماعة. نيمني اعمل ايه يا جماعة? اووووو رحزوو والناهل الزمالة بعد ان لا يا جايز الزموم Royal inom الفريقي للمرة التانية على حساب الناد البعض بعد مضي تلاتين سنة على سيناريو جهان اربعة وتسعين ركلت ايمان منصور في شباك الشبير المراضي بثيناريو طلبات الجزاء. الف مبروك للنادي الزمالك. الزمالك بطل لكاس السوبر الافريقي. لعاية اشرين اربعة اشرين. على حساب النادي الاهل. قلت لك امبارح. لو عواد وضربات الجزاء هيكون هو البطل نادي الزمالك. عواد كان النهاردة نقطة فارقة في لقاء. الف مبروك لجمهور النادي الزمالك. وهرضي لك النادي الاهلي.